والحج كما لا يخفى عليكم يعني هو الركن الخامس من أركان الإسلام يقول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حجوا البيت من استطاع إليه سبيل ومن كفر فإن الله غني على العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهدتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتأتي الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فالقصد أن الحج ركن من أركان الإسلام ونقصد به حجة الإسلام هي أول حجة يحجها الإنسان حالة بلوغه